بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء الطلاب والطالبات في درسي اليوم من مادة لغتي للصف الثاني تهيلي فكري إن شاء الله اليوم سنتابع سلسة دروسنا حول أسماء الإشارة كيف نكتب جملا باستخدامها لكن قبل أن نبدأ نريد أبناء وبنات الطلاب دائما أن نذكر بتعليمات الدرس مهمة وضرورية تساعدنا على تعلم المهارات بشكل جيد وصحيح يجب دائما أبناء وبناتي أن نكون في مكان هادئ بهضاء وتهوية مناسبة أن يكون بصحبتنا أحد أفراد الإسرى البالغين لمساعدتنا في عملية التعلم لا تنسوا الكتاب مهم ضروري جدا وجود معنا خلال عملية التعلم لذلك يجب أن نحضر كتاب مادة لغتي للصف الثاني تهيلي فكري ونتابع مع المعلم بشكل جيد طيب لدينا في درسي اليوم مجموعة من المهارات والأهداف التي نريد أن نتعلمها ونريد أن نستخرج جملا أو أسماء الإشارة من داخل الجمل سنقوم باستعراض مجموعة من الجمل نحاول سويا أن نستخرج أسماء الإشارة الموجودة بداخلها ونعرف لماذا استخدمنا إسم الإشارة في هذه الجملة إذن هذا أول هدف نريد أن نحققه سويا كذلك نريد أن نكمل الجمل باستخدام إسماء إشارة مناسب سنضع صورة سنضع جملة ونريد أن نضع اسم الإشارة المناسب الذي تكمل به الجملة آخر هدف لدينا نريد أن نشير إلى صور باستخدام اسم الإشارة المناسب لكن قبل كل هذا نريد أن نراجع ما أخذنا في الدروس السابقة دائما لا بد أن نعرف أن اسم الإشارة اسم نستخدمه للإشارة إلى شيء معين عندما أريد أن نشير بإصبعي إلى أي شيء سأستخدم اسم الإشارة هذا الإسم لدينا خمسة أسماء للإشارة هنا هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء هذه الخمسة أسماء والإشارة التي درسناها في الدروس السابقة لكل واحد منها استخدام معين نراجع أيضا ما أخذنا في السابق عن المفرد والمثنى والجمع ذكرنا أن المفرد ما دل على واحد المثنى ما دل على اثنين الجمع ثلاثة وأكثر طيب، هذه المفرد والمثنى والجمع يوجد من قسمان أيضا مذكر ومؤنث المذكر ما دل على ذكر والمؤنث ما دل على أنثى طيب، هذا اسم إشارة للمفرد المذكر هذه اسم إشارة للمفرد المؤنث هذان اسم إشارة للمثنى دعونا نستخدم الليزر عشان نعرف هذا اسم إشارة للمفرد المذكر ممتاز للمفرد المذكر لاحظوا الإشارة باللون الأحمر على اسم الإشارة هذا طيب، هذه اسم إشارة للمفرد المؤنث تذكروا دائما أن المفرد ما دل على واحد واحد مذكر نستخدم اسم الإشارة هذا واحد مؤنث نستخدم اسم الإشارة هذه طيب، هذان للدلالة على المثنى تذكروا أيضا دائما أن المثنى ما دل على اثنين ما دل على اثنين طيب اثنين هذان ما دل على اثنين من جنس الذكور سنستخدم اسم الاشارة هذان هتان للمثنى ايضا لكن المؤنث المثنى ايضا لكن المؤنث المثنى اثنان ايضا لكن مؤنث اثنان لكن مؤنث اخر اسم ايشارة لدينا هؤلاء وهو للدلالة على الجمع طيب ما هو الجمع ثلاثة او اكثر من ثلاثة ثلاثة او اكثر من ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة الاخر طيب اذا لدينا الان كم اسم ايشارة خمسة اسماء للاشارة هذا للمفرد المذكر هذه للمفرد المؤنث هذان للمثنى المذكر هتان للمثنى المؤنث هؤلاء للجمع خذناها في الدروس السابقة واخذنا الكثير من الامثلة عليها طيب الآن سننتقل الى قراءة الجمل وتمييز اسماء الاشارة لدينا مجموعة من الجمل سنقوم سويا بقراءتها ثم نستخرج اسم الاشارة الموجود داخل الجملة تذكروا ان اسم الاشارة سنقوم بوضع دائرة حوله ثم نعرف لماذا تم استخدام هذا الاسم اذا اقرأ الجمل ومييز اسماء الاشارة سنقوم باستخراج اسم الاشارة من الجملة لاحظوا الجملة رقم واحد الجملة رقم واحد سنقوم بقراءتها سويا ثم نضع دائرة حول اسم الاشارة الموجود داخل الجملة هذا هذا اخي محمد الذي يقف امام المسجد مرة اخرى هذا هذا اخي محمد الذي يقف امام المسجد لدينا الان في هذه الجملة لدينا اسم اشارة نريد ان نعرف ما هو اسم الاشارة الموجود داخل هذه الجملة في الجملة رقم واحد الجملة رقم واحد طيب اين هو اسم الاشارة الموجود في هذه الجملة في الجملة رقم واحد نقرأها مرة أخرى هذا أخي محمد نقرأ الجملة مرة أخرى نقرأ الجملة مرة أخرى هذا أخي محمد الذي يقف أمام المسجد طيب لاحظنا الجملة الآن الجملة رقم واحد طيب اسم الإشارة أين هو في الجملة لاحظوا كلمة هذا هذا في بداية الجملة بالدائرة الحمراء هذا هل هو اسم الإشارة؟ هذا خذناه؟ نعم هو اسم الإشارة الموجود ممتاز طيب لماذا استخدمنا هذا الإسم؟ لماذا لم نستخدم هذه مثلا بدل هذا؟ نلاحظ الآن أشرنا إلى من؟ أشرنا إلى محمد طيب محمد مفرد محمد مفرد واحد وذكر ولد اسمه محمد ما في بنت اسمها محمد محمد اسم نطلقه على الذكور إذن لدينا مفرد ولدينا ذكر لذلك استخدمنا اسم الإشارة هذا لأنه مناسب مع المفرد المذكر نقول هذا محمد هذا محمد هذا محمد أشرنا إليه باسم الإشارة هذا إذن استخدمنا اسم الإشارة هذا في الجملة لأن الذي أشرنا إليه محمد وهو مفرد مذكر مفرد مذكر لذلك استخدمنا اسم الإشارة هذا هذا أخي الآن أريدكم أن تستخدموا اسم الإشارة هذا بالإشارة إلى أحد أفراد الأسرة الموجود بقربكم هذا أبي أحسنتم هذا أخي أحسنتم تذكروا أن هذا نستخدمه مع المذكر لا يصح أن نقول هذا أمي ستكون جملة خاطئة لماذا؟ لأن اسم الإشارة هذا نستخدمه مع المفرد المذكر هنا مفرد مذكر محمد فنقول هذا أخي محمد ويصح أيضا أن أقول هذا أبي هذا أبي إذن هذا يستخدم مع المفرد المذكر لذلك استخدمناه في الجملة رقم واحد طيب الجملة رقم اثنين الجملة رقم اثنين عندما كنت جالسا مع أمي في الحديقة قلت لها هذه وردة جميلة هذه وردة جميلة هذه وردة جميلة طيب نلاحظ الجملة أولا من هذه الجملة ليس شرطا أن تكون لأن يكون اسم الإشارة في بداية الجملة طيب هنا الجملة بدأت ثم اسم الإشارة في آخر الجملة إذن عندما أستخدم اسم الإشارة عندما أريد أن أشير إلى الشيء طيب عندما أريد أن أشير إلى الشيء طيب إذن ليس شرطا أن يكون في أول الجملة طيب لاحظوا جملة رقم اثنين عندما عندما كنت جالسا مع أمي في الحديقة قلت لها هذه وردة جميلة اسم الإشارة هنا هذه طيب لماذا استخدمنا هذه أنا أشرت إلى أي شيء إلى الوردة صح ممتاز الوردة مفرد وردة واحدة طيب الوردة اسم لمؤنث لذلك استخدمنا اسم الإشارة هذه هذه لماذا لأن المقصود أو المشار إليه وردة وهي مؤنث لذلك استخدمنا اسم الإشارة هذه لأنه يناسب المفرد المؤنث طيب لو وردت أن أشير إلى أمي ها أريد أن أخبر صديقي أن هذه أمي سأقول هذه أمي هذه لماذا استخدمنا هذه لأن أمي مفرد واحدة ولأنها مؤنث لأنها مفرد ولأنها مؤنث استخدمنا اسم الإشارة هذه طيب الآن نريد أن نشير إلى أمي أو أختي داخل المنزل استخدموا اسم الإشارة هذه للإشارة إليهم سنقول ماذا؟ هذه أختي أحسنتم هذه أختي الصغيرة لا يصح أن أقول هذا أختي الصغيرة خطأ لماذا؟ لأن هذه هو الإسم المناسب مع المفرد المؤنث المفرد المؤنث نستخدم معه اسم الإشارة هذه لذلك استخدمنا في الجملة رقم اثنين اسم الإشارة هذه لماذا؟ لأننا نشير إلى الوردة والوردة مفرد مؤنث طيب الجملة رقم ثلاثة الجملة رقم ثلاثة هؤلاء المزارعون يقطفون التفاح من الشجر هؤلاء المزارعون يقطفون التفاح من الشجر طيب الآن لدينا اسم الإشارة هؤلاء أحسنتم هؤلاء تذكروا عندما أخذنا خمسة أسماء إشارة كان آخر واحد هؤلاء وقلنا أن هؤلاء نستخدمه مع الجمع أحسنتم مع ماذا؟ مع الجمع طيب الجمع ماذا نقصد به؟ ثلاثة أو أكثر ثلاثة أو أكثر طيب الآن استخدمنا اسم الإشارة هؤلاء للإشارة إلى المزارعين طيب كم مزارع لدينا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة لدينا أربعة أو خمسة أو ستة المهم أنهم ثلاثة أو أكثر لأنهم مجموعة مزارعين في البستان يقومون بقطف التفاح من الشجر طيب المزارعون كلمة تدل على جمع جمع مذكر طيب مفرده مزارع الجمع مزارعون طيب تذكرون درس المفرد والجمع المفرد مزارع واحد وهنا لدينا مزارعون أي أنهم مجموعة لذلك استخدمنا معهم اسم الإشارة هؤلاء للدلالة على الجمع فقرر رقم أربعة الجملة الرابعة هذان أفضل كتابين قرأتهما هذان أفضل كتابين قرأتهما طيب شوف اسم الإشارة في هذه الجملة رقم أربعة هذاني هذان هذان اسم إشارة يدل على مذكر لكن مذكر مثنى مذكر مثنى أسماء الإشارة التي تستخدم مع المذكر اسمان الأول هذا إذا كان المشار إليه مفرد والثاني هذان أو هذين إذا كان المشار إليهما مثنى طيب هنا استخدمنا اسم الإشارة هذان طيب لماذا استخدمنا هذان أفضل كتابين أنا الآن أشير إلى كتاب 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 كتابين اثنين لذلك استخدم هذان طيب الكتاب اسم لمفرد مذكر كتاب اسم لمفرد مذكر المثنى منه كتابان أو كتابين لذلك هنا استخدمنا اسم الإشارة هذان لأننا نشير إلى الكتب طيب فاستخدمنا اسم الإشارة هذان هذان أفضل كتابين كتابين إذن هنا اسم إشارة يستخدم مع أو هذان اسم إشارة يستخدم مع المثنى المذكر المثنى اثنين من جنس الذكور آخر جملة لدينا رقم خمسة هاتان هاتان طفلتان تلعبان معا في الحديقة هاتان طفلتان تلعبان معا في الحديقة طيب اسم الإشارة هنا هاتان طيب لماذا استخدمنا لماذا استخدمنا هاتان ننظر إلى الشيء الذي أشرنا إليه طفلتان طفلة وطفلة طفلة البنت الصغيرة نسميها طفلة طيب لدينا بنت صغيرة وبنت صغيرة اثنتان سنقول عنهما ماذا طفلتان واحدة اثنتان طفلتان إذن هما مثنى وهما بنات مؤنث لذلك سنستخدم هاتان سنستخدم اسم الإشارة هاتان طيب إذن لدينا الآن هنا خمسة أسماء إشارة استخدمناها في هذا التدريب الرقم واحد هذا رقم اثنين هذه رقم ثلاثة هؤلاء رقم أربعة هذان رقم خمسة هاتان اثنتان استخدمنا كل اسم من أسماء الإشارة لسبب معين لا يصح دائما عندما نريد أن نستخدم اسماء الإشارة لابد أن نستخدم اسم الإشارة المناسب إذا كان مذكرا نستخدمه إما هذا للمفرد أو هذان للمثنى المذكر إذا كان مؤنثا هذه للمفرد أو هاتان للمثنى المؤنث إذا كان جمع سواء كان مذكرا أو مؤنثا أو مذكرا ومؤنثا سنستخدم اسم الإشارة هؤلاء للجمل طيب ابناء يريد منكم داخل المنزل أن تتدربوا على استخدام اسماء الإشارة عندما تريدون أن تشيرون إلى الأشياء داخل المنزل تأكدوا فقط أنكم تستخدمون الاسم المناسب في الجملة شكرا لانتباهكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر